بسم الله الرحمن الرحيم هذا مثال ثاني على برنامج بسيط من البرنامج السابق شفنا كيف نطبع بعض الكلمات هلو والد وأهنو وساهل و هكذا الآن نبغى برنامج شوي يعني أكثر يعني أفضل شوي البرنامج نبغى يطبع لنا قيمة 2 في 3 طبعا حين عارفين 2 في 3 ب 6 لكننا نجلسين نتدرب لاحظ ملاحظة مهمة جدا نحن الآن نجلسين نتدرب على كيف وش الأدوات اللي تعطيني إياها جافة وش القرمر حق جافة قواعد لغة جافة طريقة كتابة البرامج بلغة جافة هذه هي الشيء المهم جدا أن نعرفه في البداية بعدين إذا عرفنا وش الأدوات اللي تعطيني إياها جافة عشان نكتب برامج بعدين نبدأ فعلا نشوف برامج يعني ومشكلات يعني تسوى يعني شوي ممكن أننا الحلة يعني فيها تفكير وفيها يعني فيها صعوبة شوي وليست من البرامج التافية هذه أنت بالضبط زي الشخص اللي الآن جالس يتعلم مثلا واحد ميكانيكي ولا شي يجالس الآن يتعلم كيف الأدوات اللي يستخدمها شو اسمه زرادية شكوب مدري إيش كيف تستخدم الأدوات هذه بعدين يبدأ عادي يتعلم كيف يصلح سيارة وكيف يصلح أي مشكلة في السيارة إذن الآن لوقع برنامج يكتبنا إطبعنا قيمة 2 في 3 زي ما قلنا قبل أول شي راح نسوي هو أننا نكتب الخوارزمية زي أخوارزمية بكل بساطة راح تكون بالشكل هذا إطبع 2 في 3 مضبوط هذه الخوارزمية جدا بسيطة السؤال الآن كيف نحول هذه إلى لغة الكمبيوتر تبغى تكتب مباشرة بالإكلبس البرنامج ولا تبغى تكتبه قبل على الورق يعني خلنا نجرب نكتبه قبل على الورق خصوصاً نمو ابتدئين وش راح نقول راح نقول أمر الطباعة اللي هو system زين dot out dot print حنا نبغى نطبع صح dot print طبعا ما قالنا ساطر جديد ما ساطر جديد خلها print وبعدين القوسين مضبوط وبعدين نضع علامة التنصيص زي ما قلنا قبل وبعدين نقول لتنين وبعدين الضرب دائما في الكمبيوتر نستخدم النجمة يمكن ممكن تلاحظ هذه بالآلة الحاسبة دائما تشوف بعض الآلة الحاسبة فيها النجمة ويدنا ثنين في ثلاثة ما يحتاج نكتب كليشة هالبرنامج يعني اللي فوق واللي تحت ديمين وكذا إذا جينا بالإكلبس ورح يسويها لنا هنا بس يهمنا زبدة البرنامج زين لاحظنا هذه خطوة وسطية بين الخوارزمية وبين كتابة البرنامج بالإكلبس زي ما قلتها قبل خطوة اختيارية لك إذا كنت تبغى تسويها أو لا طيب خلال الآن نكتب البرنامج في الإكلبس زين نروح هنا الإكلبس نجي نقول نضغط بالزر الأيمن زي ما تذكر قبل خلال قطينا عشان يبيلك نقول new java project مشروع برمجي جديد الجافة نسمي برنامجنا هذا مثلا multiply معناتها ضرب multiply finish بعد كده نيجي هنا للمشروع حقنا نضغط بالزر الأيمن وبعد كده نختار new class إن شاء الله أنك تكون ما نسيته شي هذا وش نكتب اسم الكلاس برضو نكتب اسمها multiply وزين نكتب اسمها multiply طبعا لاحظوا أن اسم الكلاس يفضل دائما أن يبدأ بكابيتل حاول دائما أنك ما تحط package إذا كتب الكمبيوتر package لل package حاول دائما أنك تستخدم default package ولا تستخدم بكت خصوصا في البدايات طيب نبغى public static void main هنا نجي الآن خلاص انتهينا الآن نقول finish الآن سوالنا الكلاس جهزنا كل شيء بقينا الآن نكتب system.out.print أو بدون lin ونكتب هنا 2 في 3 زي ما كتبنا هنا إذا كنت تذكر هذا بضع system.out.print 2 في 3 مضبوط الآن نحفظ برنامج control s أو command s بعد كده ننفذ برنامج نرطب الزر الأيمن بعدين run as java application الآن ما طبع لنا 6 اللي هو الناتج وإنما طبع لنا 2 في 3 كما هي زي ليش الشي هذا الآن في مفهوم مهم جدا جدا في الكمبيوتر زي الكمبيوتر دائما يتعامل مع data فنسميه data أو البيانات خلنا اكتب لك الكلمة هذه الكلمة هي data data ومعناه بلغة العربية بيانات أو البيانات الكمبيوتر دائما يتعامل مع data الكمبيوتر يسوي في البدايات يعني على الأقل حتى بسط لك الموضوع جدا يمكن الموضوع أعقد لكن في برامجنا في البدايات هذه رح نسوي واحد من ثلاث أشياء إما أننا نقرأ بيانات من المستخدم رح نشوف إن شاء الله فيما بعد شون نقرأ من المستخدم أو أننا نخزن بيانات زي في variables رح نشوف إن شاء الله الـ variables أو المتغيرات أو أننا نطبع البيانات وهو اللي شفناه هنا زي كلمة أخرى أو عبارة أخرى للبيانات يمكن تسهلك الفكرة هي قيم زي قيم مضبوط حننا نقرأ قيم نخزن قيم نطبع قيم نخزن أرقام حروف أشياء زي كده طبعا الشيء المهم هنا جدا إنه البيانات هذه لها أنواع زي لها data types نوع البيانات إذن لها types قلنا نكتب هنا data types نكتب هنا شكل جيد type اللي هو نوع نكتب بالعربي هنا نوع إذن عندنا أنواع للبيانات وليس نوع 1 اللي صار في برنامجنا هذا هنا حيننا الآن كنا نتعامل مع نوع نوع البيانات اللي هو نسميه هنا string أو نص لأنه بين علامات تنصيص احفظ الاسم جدا سهل هو بين علامات تنصيص فإذا نسميه نص زي لكن الكمبيوتر لما عطيته 2 في 3 بين علامات تنصيص قالت أوكي قلكوكي هذا نص إذا أنا بطبعه كما هو أنا ما أدري أنك تبغى تبغاني شو اسمه بسوي لك عملية تبغاني أسوي لك عملية ضرب لأنه كانت نوع البيانات اللي أنت عطيته هنا نوع القيمة اللي عطيتني عبارة عن نص ما يهمني وش اللي جوه هذا عام شي إنه نص راح أطبعه لك كما هو لكن أنت فعليا اللي تبغى تسويه في الكمبيوتر أنك تبغى تضرب مضبوط إذن لابد أنك تستخدم أرقام بدون علامة التنصيص فقط هذا هو المطلوب منك فبالتالي راح نستخدم integers طبعا اختصارها إنت راح أكتبها وأكتب الباقي لون ثاني لأن الجي زين هي integers هذا الاسم كامل في الرياضيات في الجافة نسميها إنت عندك string capital S وعندك إنت شو اسمه هذه رقم معناها رقم صحيح بدون فاصلة مهم جدا طبعا فيه أرقام بالفاصلة الأرقام اللي بكسري يعني فيها كسور وكذا وفيه عندك هنا نص إذن شفنا الآن نوعين بيانات ممكن نطبعهم حنا قلنا البيانات ممكن نخزنها نقراها نطبعها الآن حنا جاسين نطبع فإذن فيه نوعين بيانات ممكن نطبعهم في string اللي هو زي أهلا وساهلا زي هلا وولد تبغى تطبع الكلمة هذه اثنين في ثلاثة زين أنتم مخير لكن فيه نوع تاني اللي هو int اللي هو رقم زين فإذن هنا عشان نخلي الكمبيوتر تطبع لنا العملية الضرب ناتج عملية الضرب لابد أن نشيل علامات التنصيص وبالتالي الكمبيوتر راح يطبع لنا اثنين راح ياخذ الاثنين على النوع عدد والثلاثة على النوع عدد ويعطيك عملية ناتج الضرب لاحظ أن اللون تغير كان اللون أزرق قبل الآن تغير اللون الآن خلنا نفذ البرنامج نشوف نقول هنا run as Java Application ستة طبعا لنا ستة زين طبعا لاحظ أني كانت ممكن نكتبغى أن البرنامج يكون أفضل شوي تقول أبغى أطبع ثنين في ثلاثة يساوي ستة لأن هنا أبغى أن يطلع لي هنا ثنين في ثلاثة يساوي ستة وقف الفيديو حاول تسوي الشيء هذا بعدين نرجع شوف كيف أسوي بالفيديو طيب تمنى أن نتحاول دخل نجرب نقول system.out.print print بدون lin عفوا لأن نبغى بنفس السطر الآن نعطيه سطر الآن نعطيه نص نحن نبغى يطبع ثنين في ثلاثة هنا ما نبغى يطبع الناتج نبغى يطبع كلمة ثنين في ثلاثة فنعطيها إياه كنص شوف الفرق بين الثنتين لما أعطيناه نص لما أعطيناه أشي اسمه؟ هنا نحط يساوي ثم نسكر علامة التنسيس تمام؟ زين؟ فإذاً هو راح يأخذ النص شوف الكمبيوتر شوف كيف يبينفذ الكمبيوتر يبيب يبدالك من السطر هذا يقول لك أوه هذا أمر طباعة إذاً راح أطبع مش راح أطبع؟ راح أطبع النص هذا ثنين في ثلاثة زين؟ يساوي وبعدين مسافة هنا مضبوط بعد كذا نفذ الأمر هذا انتهى ما في سطر جديد ما في شيء بنفس السطر يجي السطر اللي بعده الآن يجي هنا ينقفذ يقولوا أكي الآن لأ بطبع حاصل ضربة ثنين في ثلاثة لأنه الآن أعداد وليست نص يطبع لك شتة خلن نفذ نشوف كيف run as نجاب application يطبع لك ثنين في ثلاثة يساوي ستة نضبوط هذا الجز هذا الجز هو النص هذا اللي موجود عندنا حطيناه كنص لأنه ما نبغى يسوي لنا العملية هذا الجز هو ناتج عملية الضرب زين؟ إذاً مهم جداً أنك تفرق بين أنواع البيانات اللي راح نستخدمها راح نشوف الآن إن شاء الله في الدرس القادم كيف نخزن البيانات هذه زين؟ ننتقل إن شاء الله للدرس القادم